أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن قيمة ومبادئ التسامح والتعايش والحوار في المجتمع البحريني ترسخت مع انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعدم حفظه الله ورعاه وتجلت في الرؤى الملكية السامية لجلالته وأشار الصالح لأن المشروع الإصلاحي لجلالة العهل المعظم يؤكد بشكل واضح وجلي همية تعزيز خطاب الاعتدال والتعايش والمحبة بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع البحريني وهو الأمر الذي أكدت عليه مضامين ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين جاء ذلك خلال كلمتنا القاها رئيس مجلس الشورى في الحفل الذي أقامته المؤسسة البحرينية للحوار بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة وأشاد معليه بالدعم والرعاية التي يقدمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتي لعبت دورا مباركا في تعميق مبدأ المواطنة المتساوية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني دون أدنى تمييز مبينا أن مسؤولية الحفاظ على ثماسك المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية مسؤولية تشاركية تقاوى على عاتق الجميع لافتني لأن المؤسسة البحرينية للحوار تعد ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الكبير لجلالته وهي تعكس في مبادئها وأنشطتها ومبادراتها الروح البحرينية الأصيلة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش وتقبل الآخر تعزيزا للحوار انطلقت المؤسسة البحرينية للحوار لنشر هذه الثقافة والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع وتعزيز قيم المحبة والتسامح والأخى عشر سنوات من العطاء والعمل لتوفر هذه المؤسسة مساحة حرة وإيجابية تلتقي فيها مختلف الآراء والأبكار للأصول إلى حلول مشتركة تحقق المصلحة العامة للوطن الحقيقة اطلعت على ما تم منجزات خلال عمرها العاشر وكانت الحقيقة يعني تعبر فعلا عن ما فطر عليه شعب البحرين والحقيقة هذا كله يرجع إلى تأصيل هذه القيم القيم النبيلة التي تتمتع بها البحرين برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك المعظم وأيضا بدعم كبير من ولي العهد الأمين نحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة البحرينية للحوار فخورين جدا بما انجزته المؤسسة في السنوات العاشرة الأخيرة وفخورين جدا بمباركة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي حظينا بها من عشر سنوات ونتمنى إن شاء الله أن تكون فعالية اليوم الهام للآخرين الإيمان بالرأي والرأي الآخر بهذا العنوان سرت المؤسسة البحرينية للحوار وحققت إنجازات عدة على مدى هذه السنوات بأكثر من 130 فعالية شارك فيها أكثر من عشرة آلاف مشارك من أجل تعزيز سمة الحوار والتخاطب مع الآخرين بإيجابية ودون تحيز وتمييز الحرين التي قامت دائما تقوم خصوصا يدرك أنه في ضل ملكها المعظم استطاعت أن تتجاوز كثير من المحل وكثير من النموات التي استطاعت نقدمها على المستوى القليمي على المستوى المحل على المستوى الدولي تغيير المجتمعي ونحو البيئة الأكثر سلمية والبيئة الأكثر تعاون تنتم من تدخلات أوسع والدخلات مستمرة والتزام مستمر وتفاعل متكامل وهذه العناصر التي توفرت في البيئة البحرينية أحتفل بمرور عشر سنوات من انطلاق هذه المؤسسة التي حرصت على أن تعكس منهج سيدي جلالة الملك المعظم عشر سنوات مضت أعتقد بيّنت كم نحن فخورين بالنسيج الاجتماعي حوارات جدة أطلقتها المؤسسة وجمعت حول طاولتها الجميع باستضافة خبراء عالميين لعرض تجاربهم في حل النزاعات وتحقيق المصالحة والتوعية بأدبيات الحوار وأسسه تحتفي المؤسسة البحرينية للحوار بعامها العاشر لتؤكد على مضيها المستمرة على نهج الحوار الراسخ لحل جميع النزاعات ومحاصرة التطرف شوق العثمان لمركز الأخير